المانيا في قفص الاتهام لمساعدة اسرائيل عسكريا ما حجت بريطانيا والولايات المتحدة لعدم وقف امدادات الاسلحة في ظل الانتهاكات المتواصلة ضد الفلسطينيين أوكرانيا تستنجد الغرب لإرسال مساعدات عسكرية لجيشها فما حقيقة التحذيرات من هزيمتها أمام الجيش الروسي طيب الله أوقاتكم بكل خير جلسات محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها نيكاراجوا ضد ألمانيا وطالبت باتخاذ تدابير لوقف امدادات الاسلحة لإسرائيل كانت بمثابة جلسات تدريب لقضايا يمكن أن تواجهها الولايات المتحدة وبريطانيا لعنة صنعتها إسرائيل بما فعلت في غزة وصارت تلاحق حلفاءها هي أخصائي المذبحة وهم أخصائي السككين وكلهم يوما إلى المحاكم يوساقون رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب البريطاني كشفت مؤخرا أن الحكومة حصلت على مشهورة قانونية بشأن إمداد إسرائيل بالأسلحة ولكن لم تنشرها ما دفع صحيفة الأوبزيرفر إلى القول إنه لمن المؤكد بأن بريطانيا قد توصلت إلى استنتاج مفاده أن إسرائيل لا تلتازم بالقانون الدولي وهذا هو القرار القانوني الذي يتوجب عليها قبوله لماذا أخفت حكومة ريشي سوناك تلك المشورة تحديدا وما هو الموقف القانوني للحكومة إذا ما تعرضت للاتهام بالتواطئ في جرائم الإبادة الجماعية وما هي أهمية قرار العدل الدولية بالنسبة لمصدر الأسلحة الآخرين إلى إسرائيل الكل يعرف أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي بل أنها تسخر منه وتستهزئ بمؤسساته وأعمال الإبادة الجماعية تمضي قدما على كل وجه للجوع والقتل والتدمير في غزة محكمة العدل الدولية أملت في السادس والعشرين من يناير الماضي على إسرائيل أن تتخذ تدبير لمنع الإبادة الجماعية فتمادت إسرائيل في جرائمها أشحنات الأسلحة إليها لم تتوقف سرق المئات من القضاة والمحامين ونخبة السياسة والقانون في بريطانيا وريشي سونات ضل في فريق سم مكمن لكي لا يفقهون الجوع ينهش أكساد الأطفال في غزة والقصف لم يتوقف حتى طال سبعة من موظف المطبخ المركزي العالمي هنا اندلع الأنين الذي ظل مكتوما عن 33 ألف فلسطيني قتلوا قبلهم عشرات الألاف ممن وجدوا ملاذا في المستشفيات على اعتبار يعني أنها محصنة بالقانون صاروا ضحايا لحرب إسرائيل ضد المستشفيات القوة العسكرية الإسرائيلية خاضت معركة استراتيجية ضد أسرة الجرحة ومحليل المغذيات ومواد التعقيم واستهدفت المرضى واعتقل الأطباء والممرضون أو قتلوا مع مرضاهم معركة أثبتت للمستشار القانوني البريطاني ما ليس بحاجة إلى المزيد من الإثبات ولكن مشورته دفنت كما يدفن الأحياء تحت ركام منازلهم في غزة استعرض محام الدفاع الألمان عضلاتهم القانونية كلها لنفي اختصاص العدل الدولية في قضية ميكاراجوا راهنوا على القول إن الإبادة الجماعية لم يصدر بها قرار بعد وأن أسلحتهم تصدر إلى إسرائيل بناء على مراجعة متواصلة للأوضاع على الأرض مراجعة لا ترى أن الأرض تحترق وأن عشرات الألاف من جثث الأطفال والنساء ليست معركة للدفاع عن النفس وأن الصواريخ والقنابل صنعت خرابا لا علاقة له بمواجهة فصيل بعينه من الفصائل الفلسطينية الإبادة الجماعية في الفقه القانوني الألماني لتكون موبودة حتى يصدر بها قرار ساعتها يشبع ضحايا المأساة موتا ويشبع القانون من القانون من بعد دفنهم وتندلع الذنوب جلسة التدريب علمت بريطانيا كيف تسخر من مستشارها القانوني الخاص وكيف تدفن أدلة الإبادة الجماعية في أرشيف غيرها من الجرائم لكي تنضي صدرات السلاح كالمعتاد لكي يقتل الفلسطينيون كما قتل الذين من قبلهم كالمعتاد والصم والعمي البكم ليس من مصالحهم أن يفقهون كيف لبريطانيا أن تنقو من المساءلة ولو بعد حين وماذا يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تقول وهل يعقل أن تطلب من إسرائيل تدبير مؤقتة لمنع المذبحة ولا تطلبها ممن يزودونها بالسكاكين ممن يزودونها بالسكاكين ممن يزودونها بالسكاكين ينضم إلينا من لندن سيد كريغ موراي مؤرخ بريطاني ودبلوماسي سابق أهلا ومرحبا بك على شاشة القاهرة الإخبارية ومعنا من واشنطن سيد حازم الغبرة مستشار سابق في وزارة الخارجية الأمريكية أهلا بك ومن جينيف سيدة نورا نيلاند مؤسس مشارك وعضو تنفيذي في منظمة متحدون ضد اللا إنسانية وباحثة في مركز الصراع والتنمية وبناء السلام في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنموية في جينيف أهلا بك ومن القاهرة نرحب بالدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس أهلا بكم جميعا على شاشة القاهرة الإخبارية أبدأ معك سيد كريغ موراي صحيح أنني اختصرت عنوانك الوظيفي في أربع كلمات فقط لكن هذه الكلمات تخفي وراءها أربعة عقود من الخبرة في العمل الدبلوماسي عملت سفيرا ورئيسا لجامعة موظفا كبيرا في وزارة الخارجية أدرت ملفات مهمة وحساسة منها العقوبات على العراق وسرعات ومحادثات سلام في غرب أفريقيا بعد كل هذه الخبرة والاطلاع هل تعتقد أن الغرب وتحديدا بريطانيا متورطة بما يحدث من انتهاكات ضد الفلسطينيين في غزة من خلال المواقف السياسية والدعم العسكري من خلال توريد الأسلحة لإسرائيل مثلا نعم أعتقد أن المملكة المتحدة متورطة في الجرائم التي ترتكب في غزة والإبادة الجماعية التي تحدث هناك المملكة المتحدة توفر الدعم السياسي وأيضا مستمرة في تقديم الأسلحة وقطع الغيار لإسرائيل وأيضا مستمرة في إعطاء المعلومات الاستخباراتية المهمة لإسرائيل بما في ذلك الاستشعار الجوي عن طريق قواعدها الموجودة في قبرص نحن رأينا بأن الطائرات الإسرائيلية تزور القواعد البريطانية بشكل دوري في قبرص وهي أيضا هناك أيضا استخدام للقواعد الجوية في المملكة المتحدة في أراضيها نفسها وأنا أعتقد بأن بريطانيا متورطة في ما يجري في غزة بشكل واضح عبر دعمها لإسرائيل وأيضا من الواضح جدا بأنها مشاركة في المجزرة التي تحدث في غزة للأسف الشديد طيب إذن ما هي عواقب هذا التورط البريطاني في مثل هذه القريمة سيد كريغ وإلى أي مدى تعتقد أن يمكن أن يتم توجيه تهم لبريطانيا أمام محكمة العدل الدولية بعد اتهام ألمانيا بتورطها بالتواطئ في الإبادة الجمعية في غزة وما هي يعني عواقب هذه الخطوات أو هذه الاتهامات الموجة لبريطانيا هذه أسئلة كبرى لأن ما نرى الآن هو إذا ما كان بالإمكان تطبيق القانون الدولي وإذا ما كانت لديه أي عواقب حقيقة الولايات المتحدة كما نعرف وبعض قوى الغربية الأخرى لا بد من أن تتم محاكمتها كما تمت محاكمة ألمانيا ولا بد أن نرى أيضا تحركا من قبل محكمة الجنايات الدولية التي مختلفة عن محكمة العدل الدولية إنه من المذهل جدا أمر مذهل جدا أن محكمة الجنايات الدولية لم تأخذ أي خطوة تجاه أي شخص حتى ضد الإسرائيليين حتى ضد ناتنياهو أو حتى ضد أي وزير في حكومته إن هذا أمر مذهش إذا كان هناك أي معنى للقانون الدولي فلا بد من أن تتم محاكمة القادة الأوروبيين بشكل شخصي في أمام محكمة الجنايات الدولية أو محكمة الجرائم الدولية وليس فقط محكمة العدل الدولية في الماضي كان الوضع هو أن الدول الغربية كان بإمكانها أن تتجاهل انتهاكاتها للقانون الدولي عندما يريدون القيام بذلك ولكن هناك شعور بأن أمرا ما مختلف قد حصل الآن إن أخذ نيكاراكوا لألمانيا إلى محكمة العدل الدولية وأيضا وقوف بقية العالم أمام القوى الغربية ورفضها للهيمنة الغربية أنا آمل كل أمل بأننا سوف نرى تغيرا أو تغيرا على الأرض طيب إلى سيد حازم الغبرة ضيفنا من واشنطن يعني كما استمعت لطرحة يا سيد كريغ هو يقول بأن بريطانيا متورطة في هذه الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ولكن ماذا عن الولايات المتحدة الأمريكية يعني كونها دولة ديمقراطية هذا محل جدل الآن وتشكيك من قبل البعض لكن دعني من الجدل وأذهب إلى البعض الآخر وهو الذي يعتقد أن أمريكا دولة ديمقراطية فعلا كيف للولايات المتحدة أن تقنع هذا البعض أن يبقى مؤمنا بديمقراطيتها وهي في ذات الوقت متواطئة كما يقول البعض في جرائم إبادة جماعية معهد ستوك هولم سيد حازم الدولي لإبحاث السلام يقول أن إسرائيل حصلت في الفترة ما بين 2013 و2022 على 68% من أسلحتها من الولايات المتحدة ألا تجعل هذه النسب من الولايات المتحدة شريكا هي الأخرى رئيسيا في هذه الإبادة الجماعية؟ سيدة الكريمة شكرا على الاستضافة قبل أن أجيب على سؤالك تنويه بسيط يعني ليكون الجمهور عارف بالأمور أخطأ ضيفك من لندن في القول أن إسرائيل تحصل على السلاح وقدع غيار من بريطانيا إسرائيل لا تحصل على ذلك 70% تقريبا من الدعم العسكري والعيطان العسكري الذي يأجي لإسرائيل هو من الولايات المتحدة 68% بحسب ما عدد السلطور ولكن هذا قبل 7 من أكتوبر سيد حازم الغبرة منذ 7 من أكتوبر وكل الميزانيات وخاصة العسكرية اختلفت فيما يتم توريده إلى إسرائيل حتى الدعم على المستوى المعلوماتي والمخابراتي اختلف عن السابق تمام دعم مخابراتي موجود لكن عتاب لا يأتي من بريطانيا حسب معلوماتي بعيدا عن ذلك هناك يعني بالنسبة للولايات المتحدة وألمانيا تحديدا هناك اتفاقيات عسكرية موجودة تضمن هذا الدعم المستمر لإسرائيل هذا ليس دعم يعني على حسب أفكار وما تريده الحكومة الأمريكية ساعت أو الحكومة الألمانية هذا مرتبط ومبني على اتفاقيات اتفاقيات أنهت عقود من الحرب في الشرق الأوسط سيد حازم السؤال بسيط إذا كانت هناك تهمة تواطئ لمن يدعم إسرائيل على المستوى السياسي أو على المستوى العسكري هل الولايات المتحدة يمكن أن تكون متورطة من وجهة نظرك؟ أستطيع الإجابة عن هذا السؤال سيد الجمعانة إذا وسعنا السؤال إذا أردنا أن نقول أن الولايات المتحدة عندما تدعمها بالسلاح لإسرائيل هل هي متورطة؟ ومن يدعم حماس وحزب الله من إيران بالسلاح هو متورط أيضا ما نريده لهذه المنطقة هو إيقاف تدفق السلاح إلى الجميع هذه المنطقة لا تريد السلاح تريد طعام تريد دعم اقتصاد من يبحث عنه الغالبية الآن هو السلام سيد حازم يعني هدنة وقف إطلاق نار توقف القتال من المتعارف علي طيب أن الدول العظمى لا تذهب إلى السلام إلا منتصرة كما تقول الكتب والانتصار هنا يعني أن يتكبد الطرف الثاني خسارات فادحة على كل المستويات وفي حالة واحدة فقط تضطر هذه الدول الذهاب إلى السلام مجبرة حتى ولو دون انتصار عندما تتحول الحرب إلى جريمة إنسانية تفوق مصالح هذه الدول وأنت تعلم ذلك يعني اليوم ليس هناك الكثير من الخيارات يعني ماذا ستختار واشنطن الآن؟ الهدنة؟ وقف إطلاق النار؟ وقف الحرب؟ السلام؟ أم ستختار استمرار الحرب والدمار والخراب؟ برأيك أيوم ستختار الولايات المتحدة الأمريكية وهي حتى الآن مستمرة في توريد الأسلحة لإسرائيل؟ سيدي السؤال هام جدا يعني لا على مدى عقود الآن وخصوصا في المسين العشر الماضية كان هناك عمليات محدودة إسرائيلية في غزة يعني ردا على أطلاق صواريخ أو عمليات من طرف حماس لم تدي إلى نصر واضح لم تدي إلى تغيير واضح في المعادلة اليوم من الطرف الإسرائيلي وليس طرف الأمريكي واضح أنه يريد تغيير هذه المعادلة بينه وبين حماس من الطرف الأمريكي يريد أن يحصل ذلك لكن دون ضحايا مدنية مع أقل قدر من الدمار هذا شبه مستحيل فهنا الفروق يعني دينا مشكلتنا يمكن تحديدها مع إسرائيل أننا متفقون على الهدف لكن مختلفون على الطريق وهذا يعني هذا يجعل أن مد السلاح لن يتوقف بين الليلة سأعود إليك لأنه حتى الأهداف الواضحة والتي تأتي على لسم بعض المسؤولين الأمريكيين فيها تناقضات كثيرة سيد حازم يعني ما ينتج من تصريحات من الإدارة الأمريكية هو عكس تماما ما يحدث على الأرض سأعود إليك في هذه النقطة ولكن دعني أرحب بسيدة نورة ميلاد ضيفتنا من جناف سيدة نورة أجدد لك التحية نحن لا نتحدث عن خرق القانون أو جنحة أو جناية نحن نتحدث عن جريمة بحق شعب كامل عن جريمة إبادة جماعية لم تحدث بين الليلة وضحاها طبعا لم تحدث على مدى أسابيع ولكن مستمرة شهرا بعد شهر وها قد تجاوزنا ستة أشهر الآن على مرأة ومسمع العالم نتحدث عن أكثر من 33 ألف شهيد أي نوع من النظام العالمي هذا الذي يسمح من وجهة نظرك بجرائم من هذا النوع تحديدا ولماذا نشاهد هذا العجز الدولي في وقف هذه الحرب وقف إطلاق النار الضغط على إسرائيل وفي سؤال مباشر هل كانت إسرائيل ستستطيع أن تقوم بما قامت به من انتهاكات وجرائم ضد الشعب الفلسطيني دون مساندة الغرب وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا في توريد الأسلحة إلى إسرائيل شكرا جزيلا لك إن هذا سؤال مهم جدا دعيني أكون واضحة هناك ثلاثة أمور أود أن أقولها أولا إن ما يحدث في غزة هو أمر مقزز جدا ومعظم شعوب العالم يرون الأمر هكذا معظم سكان الكرة يرون الأمر هكذا وأنا هنا في جينيف عندما تحدث مع أصدقائي فإن هناك تحولا في الرأي العام هناك رغبة في وقف إطلاق النار بالنسبة للتورط نعم بالتأكيد هناك تورط كبير جدا إن الذين يقدمون الأسلحة لإسرائيل ولديهم مسؤوليات كبيرة جدا نسيت ما هو جزء الثالث من سؤالك؟ نعم كنت أتساءل هل إسرائيل كانت لتستطيع أن تقوم بمقامة به من انتهاكات عنيفة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة دون مساعدة الغرب وخاصة القسم الخاص بتوريد الأسلحة؟ بكل تأكيد لا سؤال مباشر جدا لإجابة واضحة جدا ومنطقية وهي لا بالتأكيد إسرائيل لديها أجندة وهي بإمكانها أن تنفذ هذه الأجندة عبر دعم الولايات المتحدة وأيضا عبر باقي الدول الغربية إن دعم اللامشروط الذي تقدمه واشنطن لحكومة ناتينياهو ونتينياهو أيضا شخصيا ليس بالإمكان النظر إليه إلا تورط في هذه المجازر لا توجد كلمة أخرى الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية أيضا عمقتل أكثر من 30 ألف مدني وهناك عدد أكبر من القتلى لأن هناك الكثير تحت الرقام وأخر مرة رأيت الأرقام أعتقد أن 40% من الذين قضوا نحبهم في غزة هم من الأطفال دون السنة القانونية فبالتالي لابد على الجهات التي تدعم إسرائيل بأن تدرك بأن الذين يقضون نحبهم في غزة نتيجة للعدوان الإسرائيلي هم من الأبرياء طيب دكتور أيمن الرقب ضيفنا من مصر محكمة العدل الدولية عقدت جلسات استمع علنية بشأن التدبير المؤقتة الذي قدمته نيكاراجوا بحق ألمانيا واتهمتها بتسهيل ارتكاب إبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة أولا أريد منك أن تقول لي أهمية اتهام ألمانيا وخاصة في هذا الشق المتعلق بأن الأمر ممكن أن يطال الولايات المتحدة الأمريكية وأن يطال بريطانيا على وجه الخصوص هذه القضية وهذه الاتهامات ليست الأولى من نوعها الاتهامات الآن متواصلة تجاه الولايات المتحدة وتجاه بريطانيا والعموم الدولة الدعمة لإسرائيل بمسألة التورط بالإبادة الجماعية كيف يمكن إعطاء المزيد من الزخم لمثل هذه القضايا لمثل هذا النوع لتكون حتى أكثر تأثيرا وإحراجا لإسرائيل وداعم إسرائيل بداية تحية الأخطة جمانا ولكل السادات والسادة المشاهدين وتبعيني الكرام ولدوفك الكرام يمكن على عجالة سيد بريك تحدث من لندن لكل جرأة وكل وضوح حول طبعا تمويل هذه الحرب طائرات الواكسة البريطانية لا تتوقف عن التجسس في سماء قطاع غزة هو أشار اللي قضايا مهمة جدا في أنها على اتصال الطائرات الإسرائيل الاتصال بقواعد البريطانية في بروس هذا بالتأكيد معلومات لدينا مؤكدة لكن المهم أن حتى وهذا رد على أخي حازم طبعا من رأى طبعا في أيام أولى الحرب رئيس وزراء بريطانيا سوناك يذهب بطائرات عسكرية محملة بالدخيرة والأسلحة إلى دولك الاحتلال إذا البريطانيا كانت تمول بشكل كامل وتسلح وهو يقال علو بأنه دعم مفتوح من قبل الغرب بالضبط الناتو اخته جمانة الناتو تداعى بكل قوته للحرب ضد الشعب فلسطيني أعزل في قطاع غز يمكن الأستاذ النورة تحدثت عن شيء مقزز بالفعل هو مجلس حقوق الإنسان يتحدث أن ما يحدث الآن في غزة والصمت الدولي هو خيانة دولية يمكن اليوم تحدث في سؤالك مباشرة محاكمة أو مطالبة نيكاراكوب ومحاكمة ألمانيا على دعمها هذه خطوة أو مرحلة على محاكمة في المستقبل بريطانيا بعدها الولايات المتحدة الأمريكية أو قبلها وغيرها دول كثيرة جدا قامت بدعم علني بالسلاح للاحتلال الإسرائي عندما يقول أن حزب الله وطبعا وإيران تمول حماس هذا معلومات غير دقيقة لأنه أصلا غزة محاصرة منذ عشرات السنين غزة لا يستطيع أي قوة اتخار رصاصة واحدة لها فكيف الحديث عن إرسال أسلحة إلى غزة المحاصرة برا وجوا وبحرا وهذه معلومات دائما تستخدم للتضليل غزة الآن شعب أعزال يواجه هذه القوة التي تمتلك أخطر قوة عسكرية في المنطقة 350 طار عسكري متحدث عن نسطول بحري متحدث عن أكثر من نصف مليون جندي من وحدات مختلفة ما يحدث تجرام اليوم متحدث أخطي الكريمة نقترب من 35 ألف شهيد غير عشر تلاف مفقودين جلهم من النساء والأطفال لذلك أنا أعتقد أن محاكمة نيكاراغوة مرافعتها ضد ألمانيا بما استمعناه ومبررات ألمانيا طبعا أنا أعتقد أن العدالة الآن على المحاكمة حتى عندما بررت ألمانيا أن ما تقوم به الآن هو فرض عليه بعد الحرب العالمية نتيجة الظروف التي مرت بها طب إذا كان هذا الأمر بالفعل تم في المرحلة ماضية ألا ترون ما يحدث الآن ويجب أن نتوقف في ذلك كلما كان هناك ألم تؤثر الحرب الروسية الأوكرانية على كل الاتفاقات الدولية دكتور أيمن؟ ما تؤثرت ولكن لأسفة شديدة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل تقت كل الاتفاقات عندما يتعلق الأمر بالفلسطين نجد هذا الصمت الدولي بشكل مطلق وممكن نتحدث سيد بريك في موضوع الجنائية الدولية أمر مهم جدا الجنائية الدولية عندما رفعت عدة دول من اتحاد الأوروبي طبعا مذكرات إيقاف ضد رئيس دولة عظم مثل فلاديمير بوتين مباشرة بعد سبعين صدر القرار في حين أن جنوب أفريقيا خمس دول تقدمت للجنائية الدولية المطالبة بإصدار مذكرات إيقاف ضد قيادات إسرائيلية عسكرية واضحة في القتل وتورد في القتل حتى الآن لم نسمع حتى تصريح واحد من السيد خان رئيس المحكمة الجنائية الدولية إذن هذا العالم يكيل بميكلين بشكل واضع والضعفاء للأسف الشديد لا مكان لهم في هذا المجتمع الدولي اليوم نتحدث عن مجلس أمن على مدار ستة أشهر وعدة أيام وهذا يجعلني أتساءل وأتحول بسؤالي لسيد كريغ موراي لمن سنت هذه القوانين؟ هذه المحاكم الدولية محكمة العدلة الدولية الجنائية الدولية لمن تأسست برأيك؟ لأنه يعني يبدو بأن الغرب لا يخشى المساءلة لا يخشى هذه القوانين إن انتهكت أو أم لا وخاصة حينما نسمع من وزير الخارجية البريطاني دافيد كاميرون تأكيداته بأنه سيتم إرسال الأسلحة لإسرائيل ولن تتوقف بريطانيا عن إرسال الأسلحة لإسرائيل رغم كل الانتقادات التي أوجهت للحكومة البريطانية في هذا الصدد وفي هذا الشأن ورغم المشهورة القانونية والتي أوصت بضرورة وقف توريد الأسلحة لإسرائيل هل تعتقد سيد موراي بأن الغرب بالفعل يخشى القوانين الدولية؟ أعتقد أن هذا صحيح السياسيون الغربيون يعتقدون بأن لديهم حصانة وأنهم لا يهتمون بما سوف يتعرضون له بغض النظر عن ماذا تورطهم في الجرائم الدولية ونحن نعتقد ربما قد يكون ذلك صحيحا لأن الوضع الحالي أثبت بأن لديهم حصانة فعلا إنهم متورطون إن التورط في الجرائم هو ليس فقط في المذابح والإبادة الجماعية ليس جريمة فقط طبقا للقانون الدولي بل هو أيضا جريمة طبقا للقوانين المحلية بإمكان شخص أن يرفع قضية ضد أي مسؤول بريطاني في بريطانيا في حال وجدت محكمة العدلة الدولية أثبتت أو قضت بأن هناك إبادة جريمة إبادة في غزة فإنه سوف يكون بإمكان المحاكمة المحلية والمحكمة الجنائية الدولية النظر في السياسي الغربي ولكن أعتقد أن إلى هذه اللحظة أن عدم تحرك من محكمة الجنائية الدولية هو أمر عار هو أمر مشهين ويظهر بأنها مؤسسة فاسدة طيب فيما يتعلق بمسألة التناقضات في التصريحات وخاصة القادمة من الغربي يعني سوناك يقول بينما تقف المملكة المتحدة إلى جانب حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها فإننا في حالة صدمة من إراقة الدماء في قطاع غزة جملة واحدة سيد كريغ تفسر الموقف المتناقض والغريب إذا صح التعبير للحكومة البريطانية وكأن إراقة الدماء في قطاع غزة كارثة طبيعية فإن قتل الأطفال في قطاع غزة كان كارثة طبيعية أيضا وكأن المجاعة التي نتحدث عنها يوميا كارثة طبيعية وليست بفعل آلة الحرب الإسرائيلية يعني هكذا يتم التلاعب من قبل الغرب كما يقول البعض انتفضت بريطانيا وعلى صوتها بعد مقتل سبعة عمال الإغاثة بينهم ثلاثة بريطانيين لكنها لم تفعل الشيء نفسه عندما بلغت حصيلة القتلى الفلسطينيين أكثر من 33 ألف فلسطيني كيف يمكن تفسير هذا التناقض الصارخ في المواقف تجاه موضوع إنساني بحت أعتقد أن أهم نقطة لابد أن نضحها في الاعتبار هي أن هناك اختلاف كبير جدا بين الطبقة السياسية ووسائل الإعلام أو عفوا هناك اختلاف كبير بين الطبقة الإعلامية والطبقة السياسية وعامة الشعب فهناك اختلاف واضح وصارخ بأن الإعلاميين والسياسيين في الدول الغربية مسيطر عليهم من قبل الآثرياء الذين لديهم مصالح أو هم متأثرون من أو واقعون تحت تأثير اللوبي الصهيوني فبالتالي يجدون أنفسهم في وضع مخجل لأنهم مضطرون لدعم إسرائيل وتبرير ذلك وأعتقد بأنهم يتصرفون بطريقة لا يمكن الدفاع عنها فبالتالي هم في وضع صعب ولا يعرفون ما الذي بإمكانهم أن يقولوه أو يفعلوه كيف يستطيعون أن يفسروا لشعوبهم التي تشعر بالقرف والتقزز طيب استمعت بالتأكيد سيد حازم الغبر ضيفنا من واشنطن لطرح سيد كريغ وسيطرة اللوبي الإسرائيلي في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أيضا في كل هذه التفاصيل على ما يبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يستعمل ويواصل العمل بحيلة مكشوفة للبعض تتمثل مثلا بتعزيز استراتيجية الفصل بين إسرائيل كدولة وبين بن يمين نتنياهو كرئيس للوزراء والهدف من وراء ذلك كما يقول البعض تحسين وضعه الانتخابي وأيضا الحفاظ على صورة تل أبيب عالميا يعني في من انتقد بايدن مؤخرا وفي من انتقد يعني انتقدات وجهت من بايدن شخصيا لسلوك نتنياهو قال إنه لا يتفق مع مقاربته في الحرب كيف تجد كل هذه الاختلافات والتنقضات لإني قلت لك سأعود إليك فيها وكأن يعني فيه انشقاقات عميقة داخل الإدارة الأمريكية تعكس التضارف في بعض التصريحات فيما يتعلق بالحفاظ على المسار الإنساني والطرق الإغاثية ضرورة أن يكون هناك ممرات آمنة يعني للمدنيين ولكن في الواقع الأسلحة تورد إلى إسرائيل الضغط لا يمارس بشكل المطلوب على إسرائيل ولا حتى على بنيمين نتنياه نقطة هامة سيدتي يعني كما قلت حتى لو اتعادنا عن فكرة أن هناك اتفاقيات سلامهية التي تضمن وصول السلاح إلى إسرائيل وحتى لو قلنا أنه يمكن إلغاء هذه الاتفاقيات تبقى النقطة هامة جداً السلاح الأمريكي الذي يأتي لإسرائيل هو مسألة وجودية بالنسبة لإسرائيل محاطة بأعداء خارجين وحتى داخليين كما نعرف فلا يمكن يعني بعيداً عن الخطاب الشعبوي التي سمعته منذ قليل من ضيفك من لندن طبعاً هناك غضب في الشارع لكن يجب على الشارع أن يعرف أن إذا توقف تدفق السلاح إلى إسرائيل هناك قناعة من الحكومات الغربية والأمريكية أن الشعب الإسرائيلي سيباد هذه المشكلة يعني هذه النقطة التي لا أحد يناقشها الكل يطالب وقف السلاح طيب إذا أردنا وقف السلاح يجب أن يكون هناك حل طبعاً حل سلمي وحل عادل للجميع أنت تقول ذلك حل سلمي يرضي طرف من ضمن الأطراف وليس الطرفين يعني سيد حازم لأن الحلول المطروحة ترضي الجانب الإسرائيلي أكثر مما تبحث عن حقوق الفلسطينيين ودعني في عجالة أتحول إلى السيدة نورا نيلاند ما رأيك في هذا الطرح ومسألة الحلول المطروحة هل تعتقد بأن الغرب لديه من الشفافية التي يمكن أن نصل بها في نهاية المطاف إلى حل يرضي جميع الأطراف ويبحث عن حقوق الفلسطينيين عندما نتحدث عن الغرب ونحن نرى ما الذي حدث في مجلس الأمن إن مجلس الأمن عاجز ومشلول لأن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في دعم إسرائيل بغض النظر عن أي شيء تقوم بإسرائيل وإجابة على المتحدث الآخر فإن إسرائيل هي أكبر تهديد وجود لنفسها نحن نعرف بأن العالم طالب بوقف دائم لإطلاق النار وإسرائيل هي المستمرة في ذلك نحن نرغى في السلام نحن نريد السلام نحن نريد سلاما بين الإسرائيليين والفلسطينيين وفي كامل منطقة ولكن إذا أردنا الوصول إلى ذلك فإن علينا النظر إلى مسألة الاحتلال وكيف بإمكاننا إنهاء الاحتلال وكيف بالإمكان أن تصل إلى السلام وأن تطالب أشخاص تعرضوا للإضطهاد والمحاصرة والاحتلال لعقود طويلة تطالب منهم أن لا يقاوموا هذا أمر غير منطقي وعلى الدول الغربية الاعتراف بما الذي حصل ويحصل لشعب الفلسطيني خلال 75 سنة إذا كانوا صادقين في البحث عن سلام فنحن أولا يجب علينا أن نتعامل مع الأخطاء المتراكمة وجرائم المتراكمة التي حدثت للشعب الفلسطيني بما في ذلك وإحدى الخطوات للوصول إلى ذلك هي وقف توريد السلاح إلى إسرائيل ما رأيك دكتور أيمن في طرح سيدة نورا ضيفتنا من جناف وترحى سيد حازم ضيفنا من واشنطن وخاصة في مسألة الحلول المطروحة هل من شأنها أن ترضي الطرفين أم ستكون من وجهة نظر الغرب ترضي الطرفين ولكنها ترضي طرف واحد وتصب في صالح إسرائيل كالمعتاد يعني أنا أعتقد أن على العالم أن يكف عن إدارة الصراع العالم الذي قرر فيه عام 47 تقسيم فلسطين 46% دولة عربية ثم تراجع عن ذلك عندما أعترف عام 49 بدولة الاحتلال على 78% من أرض فلسطين التاريخية ثم كانت المبادرة العربية للسلام عام 2002 التي تحدث العرب جميعا أنهم يقبلون بدولة فلسطينية منزوعة السلاح تعيش بأمان جنبا إلى جنب بدولة الاحتلال على 22% من أرض فلسطين التاريخية ولا تروا حجم التنازل الكبير هذا يا سيد حازم يؤكد أن الشعب الفلسطيني طواق لأن يعيش بسلام ولكن واضح أن العالم لا يريد أن يكون هناك سلام في المنطقة لتستمر مصنع الأسلاح بتصديد وتصنيع أسلحتها وطبعا في عام 2017 تحدث عن ذلك صراحة صوت إسرائيل سلفان شلوم بالإمكان أن يعود الجميع له قال كلما كنا نقترب لصناعة سلام مع الفلسطين تدخل الدول عظمى دون أن يسميها لإفساد ذلك إذن هناك من يريد الاستمرار لهذا الصراع يمكن السيدة نور تحدثت بواضح بشكل واضح وصريح أن بالإمكان الضغط على الاحتلال الإسرائي الوقف عدوانه على الشعب الفلسطين هو وقف توريد السلاح وأيضا على العالم أن يبدأ بخطوات عملية من أجل بناء سلام عادل حتى لو كان هناك سلام عادل نحن نتحدث عن دولة منزوعة السلاح نحن نتحدث عن دولة محا سلاح عندما يقارنون بين حماس وصدار فضاليا أو حزب الله فعليهم أن يروا أن هناك أكثر من ستين منظمة يهودية على أسل منظمة أحباد ولهفا وكهانا حي وغيرهم كثيرون لا يريدوا أن يكون هناك شعب فلسطيني على أرض فلسطيني ويريدوا أن يبيدوا كل الشعب الفلسطيني وأحد وصراء حكومة تيتانية وقالها عن ميقاي اليهو بشكل واضح يجب أن تضرب غز بقنبل نووية هذا لم يتجرى أحد في جانب الفلسطيني أن يحكي أو يتحدث ذلك على اليهود بالتالي على العالم الآن أن يكف بشكل واضح وصريح عن إدارة الصراع وأن يأتي لوضح حلول يعيش بها كل شعب المنطقة بسلامة شكرا جزيلا لك دكتور أيمن رقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس كنت معنا من القاهرة الشكر موصول لك سيدة نورا نيلاند مؤسس مشارك وعضو تنفيذي في منظمة متحدون ضد الإنسانية وبحث في مركز الصراع وتنمية وبناء السلام في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنموية في جناب والشكر لك أيضا سيد حازم الغبرة مستشار سابق في وزارة الخارجية الأمريكية الشكر يعني جزيل الشكر لك سيد كريغ موراي مؤرخ بريطاني ودبلوماسي سابق كنتم معنا على شاشة القاهرة الإخبارية إذن بعد قليل نفتح ملف الحرب بين روسيا والغرب وفيه نتابع أوكرانيا تستنجد الغرب لإرسال مساعدات عسكرية لجيشها فما حقيقة التحذيرات من هزيمتها أمام الجيش الروسي تابعونا بعد الفاصل نجدد لكم التحية وعن الحرب الروسية الأوكرانية عززت روسيا هجماتها في أوكرانيا إلى الحد الذي بات يهدد بسقوط خاركيف تاني أكبر مدينة على مقربة من الحدود فلم تجد الولايات المتحدة من تلقي باللوم عليه سوى الصين شيء يشبه إلقاء اللوم على المرفأ البعيد إذا غرقت السفينة نائب وزير الخارجية الأمريكية المسؤول عن إعادة رسم السياسات الأمريكية تجاه أسيا حذر من أن الصين سوف تتحمل المسؤولية إذا حققت روسيا مكاسب في أوكرانيا لمجرد أنها جددت تعاخداتها بالتعاون مع موسكو خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من يتحمل المسؤولية الفعلية أمام عجز أوكرانيا عن تغيير مسارات الحرب وكيف فشلت رهنات الاستراتيجيين في الحلف الأطلسي وماذا يعني استقرار الموازين لصالح روسيا بالنسبة لمعادلات الأمن الأوروبي تردد الكونغرس في منح أوكرانيا حزمة مساعدات جديدة يضع توازنات الأمن الأوروبية على كف عفريتز روسيا صنعت وضعا مستقرا في المناطق التي ضمتها من أوكرانيا ومنذ أن فشل الهجوم الأوكراني المضاد أوسط العام الماضي أصبح واضحا أن أوكرانيا تحرق المال والذخائر كما يحرق الحطب في مدفأة شتاء بارد وكان من الطبعي أن يضيق الجمهوريون في الولايات المتحدة ذرعا بهذه المحرقة نحو ستين مليار دولار من المساعدات تعثرت في دهاليز الكونغرس فانبر الرئيس الأوكراني فلودامير زيلانسكي إلى توجيه الإنذارات بأنهما لم تحصل بلاده على مساعدات جديدة فإنها سوف تخسر الحرب الواقع يقول إنها خسرت الحرب أصلا وأصبح من الممكن لروسيا أن تحول استقرار الميزان إلى منقلب يسمح لها بإقامة مناطق عازلة داخل أوكرانيا كما جاءت التلميحات الروسية الأخيرة السبب الذي يقف وراء هذا الواقع يعود إلى أن مخطط الاستراتيجيات في الحلف الأطلسي وضعوا رهاناتهم على الاتجاه الخطأ افترضوا أن الاستنزاف العسكري سوف يرهق روسيا فلم يفعل وافترضوا أيضا أن العقوبات الاقتصادية سوف تدفعها إلى الإفلاس فأفلست افترضاتهم بريطانيا كانت رأس الحربة في صنع الرهانات الفاشلة تقدمت الخطى بين أقرانها في الحلف الأطلسي في رسم الخطط قبل أن تضطر إلى البحث عن بدائل ما تزال تدور في رحاب الافترضات ومثل أوكرانيا تنتظر بريطانيا المساعدات حتى ذهب وزير خارجيتها ديفيد كاميرون إلى واشنطن ليقنع الكونغرس بما لم يقتنع به حتى الآن تجاوز العتبة بعد إقامة المناطق العازلة على امتداد الحدود الروسية مع أوكرانيا يضع العالم بحسب الرئيس بوتين على بعد خطوة واحدة من اندلاع حرب عالمية ثالثة والغاية من هذه المناطق هي تحصين المكاسب الروسية في أوكرانيا بما لا يسمح بهجوم مضاد جديد حتى ولو جاءت مساعدات جديدة لأوكرانيا مدينة خاركيف هي الهدف الأول طبعاً الآن للخطط الروسية فإذا سقطت فلا شيء سوف يمكنه أن يعيد الميذان المقلوب إلى سابق وضعه التعايش مع الأمر الواقع سيكون هو المعادلة الوحيدة الباقية وهنا تأتي التساؤلات من يتحمل المسئولية الحقيقية عن فشل خطة المواجهة مع روسيا وإلى أين يمكن للتصعيد أن يذهب إذا قرر حلفاء الأطلسي زيادة تورطهم في الحرب ولماذا تهدد أوكرانيا حلفاءها بأنها سوف تخسر الحرب بعد أن خسرتها أصلاً سوف تحديث علىنا سوف تحديث علىنا سوف تحديث علىنا نرحب بكم من جديد ونرحب ضيوفنا الكرام ينضم إلينا من موسكو سيد سيرجي ماركوف مدير معهد الدراسات السياسية عضو سابق في البرلمان الروسي ومن كييف دكتور فلودمير شومكوف دبلوماسي سابق ومستشار سابق لحاكم منطقة خيرسون ونرحب ضيفنا من واشنطن سيد إيهاب عباس الباحث السياسي أهلا ومرحبا بكم جميعا على شاشة القاهرة الإخبارية أبدأ معك دكتور فلودمير شومكوف يعني التصريحات عديدة وتطورات عديدة أيضا الأمين العام لحلف شمال الأطلسيين سيستولتنبرغ يقول إن أوكرانيا لا تستطيع الانتظار وهي بحاجة إلى المزيد من الدعم والمزيد من الدفاعات الجوية في المقابل كييف تناشد الحلفاء الغربيين بزيادة إمدادات الأسلحة لضرء الهجمات الروسية تطورات كثيرة ماذا يعني ذلك من وجهة نظرك وكيف يتأثر الواقع الميداني للقوات الأوكرانية بنقص الإمدادات خاصة الإمدادات من الأسلحة الغربية ولماذا عولت أوكرانيا بالكامل على الغرب في فتح مواجهة شاملة مع روسيا إذا كانت الآن هذه هي النتيجة نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الأسلحة الغربية بصراحة من بداية تحارب تكون تغيرات كبيرة لأن نحن نشاهد المشاكل كبيرة وخلافات الداخلية في أمريكا وبهذا السبب في أقرب الوقت أكيد أوكرانيا سوف تعشروا جو من البخير وموعدات أسكرية نحن نشاهد بأن روسيا تختنموا هذه الفرصة وتهاجموا على أوكرانيا على جنطة الواس في شمال أوكرانيا يعني في محافظة خاركي هو أيضا في ميندك الدنباس وفي جنوب أوكرانيا في محافظة زباريجة وفي كرسون اليوم نحن نشاهد بأن روسيا ترغب باستخواص الشيطاني تدمير أوكرانيا هي تقصف بونية تحتية أساسية بونية تحتية للتاقة في أوكرانيا جدر بذكر بأن لمدة الشهر روسيا دررت ودمرت حوالي سبعة محطات كهربائية ومحطات للتاقة حرارية سيد سيرجي ماركوف ضيفنا من روسيا في المعلومات التي تفضل بها دكتور فلودمير ضيفنا من كييف وخاصة مسألة تعويل أوكرانيا على الدعم الغربي التقارير التي تتحدث عن تقدم القوات الروسية وأن مسألة الدعم الغربي المتأخر على أوكرانيا هو ما تعول عليه روسيا في مسألة تحديد يعني الانتصار في مدان المعركة ما رأيك في كل هذه التفاصيل؟ في البداية إنه من المؤسف جدا التصريحات التي قالها زميلنا الذي يعتقد أن روسيا هي المذنبة والمجرمة في ذلك ولكن النظام الإرهابي العنيف في أوكرانيا هو الذي ارتكب الجرائم وهو لا يعتقد بأن ذلك النظام سوف يتعرض للعقاب إنه عبر عن أسفي أيضا بالنسبة للإرهاب فإن الجميع يعرف بأن البرلمان الأوكراني الآن يمارس الإرهاب النووي نحن نعلم بأنه لجنة التحقيق في القضايا النووية بأن محطة زابروجيا النووية تعرضت لهجوم من قبل الأوكرانيين من قبل قوات الأوكرانية فبالتالي الأمر واضح إن هذا وضع غير طبيعي عندما يقوم شخص يقوم بشكل غبي بمهاجمة محطة نووية على الأراضي الأوكرانية إن هذا أمر مجنون إن هذا ناتج عن الدعم الغربي لأوكرانيا إنها مسألة حسابية سهلة وبسيطة جدا إن الهجوم الأوكراني فشل العام الماضي وتم صده ولكن إذا أرادت الدول الغربية أن تعيد الهجوم الأوكراني مرة أخرى فهل عليهم أن يقدموا ضعف الدعم على سبيل المثال ضعف الدعم المادي والأسلحة سيد إهاب عباس ضيفنا من واشنطن يعني الغرب كان يقدم دعما مفتوحا سخيا لأوكرانيا ليس فقط من أجل الدفاع عن أوكرانيا كما يقول بعض الخبراء ولكن من أجل هدف واحد واضح الآن وهو هزيمة الجانب الروسي هذا لم يحدث حتى الآن مع توقف مسألة دعم أوكرانيا أو اختلال الموازين بشكل أو بآخر هل تعتقد بالفعل أن الغرب لم يعد يفكر بمسألة هزيمة روسيا أصبح لديه ربما حسابات أخرى أم يعني ماذا يدور داخل الأرواق؟ نعم أهلا بحضرتك أستاذ جمانا وبالضيفين الكريمين وبكل المشاهدين طبعا هناك ورطة غربية فيما يحدث بين روسيا وأوكرانيا كانت هناك معتقدات تحديدا لدى إدارة جو بايدن أنه سيستطيع أن يصد الهجوم الروسي ومن ثم بعد ذلك يقوم بهجوم مضاد ومن وجهة النظر الأمريكية يقوم طبعا بتحرير الأراضي الأوكرانية وإعادة الجيش الروسي إلى ما قبل حدود فبراير عام 2022 ولكن التطورات التي حدثت والصمود الروسي وفي المقابل الصمود الأوكراني بسبب الدعم الغربي بالأسلحة أوصلنا إلى نقطة صفرية بعد طبعا أن ضمت روسيا الأراضي في الأقاليم التي هي متنازعة عليها وبالتالي اليوم ستكون هناك صعوبة جدا أتفق مع الضيف الروسي في فكرة صد روسيا وإعادتها إلى الأراضي الروسية تحديدا ستكون أمور مكلفة جدا سيد إيهاب أنت قلت هي صفرية ولكن هي ليست صفرية بالنظر إلى تقدم القوات الروسية دعني أناقشك في هذه النقطة ماذا يعني استقرار الموازين لصالح روسيا بالنسبة للأمن الأمريكي بالنسبة للأمن الأوروبي ماذا يعني تقدم روسي على الأرض بالنسبة للغرب الآن هذا هو معانيته تحديدا بفكرة الصفرية الصفرية هي التي حددتها روسيا يعني بوضع يدها على الأراضي التي أرادت أن تضمها إليها وعدم قدرة أوكرانيا استعادتها وعدم قدرة الغرب دعم أوكرانيا لاستعادتها أصبح الوضع صفريا يعني لا أوكرانيا تستطيع أن تتقدم ولا روسيا في نفس التوقيت تستطيع أن تتقدم أكثر من ذلك فكل ما تسعى إليه اليوم روسيا هو أن يستطيب لها الأمر في الأراضي التي حصلت عليها في قليم الدومباس وبالتالي سيكون صعب جدا لأنه اليوم إدارة جو بايدن مطلوب منها الكثير كي تدعم أوكرانيا وهذا سيكلف الخزانة الأمريكية كثير جدا وأتفق مع الضيف أيضا الروسي فيما قالوا أن نحن اليوم في واشنطن أصبحنا نعاني من قلة الأسلحة والذخائر للجيش الأمريكي ذاته وبالتالي هذا سيصعب جدا من الأمور بالإضافة لمتغير آخر مهم من الممكن أن يحدث خلال أشهر وهو أن يأتي طيب سيدي هاب سؤال في عجلة يعني من يتحمل المسئولية الحقيقية عن فشل الخطط الأوكرانية لمواجهة روسيا هل نتحدث هنا عن الغرب هل المسئولية تقع على الغرب الذي وعد بالدعم المفتوح طبعا بكل تأكيد أنا من وجهة نظري على الشخصية إدارة جو بايدن إدارة جو بايدن لم تستمع للمخاوف الروسية منذ أن أطلقتها روسيا قبل بداية الحرب وأرادت أن تجعل أوكرانيا مستنقعا لروسيا تخسر من خلاله عسكريا واقتصاديا صحيح حدثت خسائر لروسيا اقتصادية وعسكرية لكن أوروبا خسرت وأوكرانيا خسرت والولايات المتحدة خسرت أيضا التضخم الذي نعيشه اليوم وعدم القدرة على السيطرة عليه وأمور كثيرة أخرى لكن كما أقول لحضرتك دونالد ترامب إذا ما جاء ومضاقع أن يأتي بشكل كبير سيغير هذه المعادلة تماما طيب دكتور بلودمير ما رأيك في هذا الطرح الخاص بسيدها بأن إدارة جو بايدن هي من تتحمل مسؤولية الفشل الأوكراني في مواجهة روسيا وخاصة النظر إلى مسألة أهمية الدعم المقدم من الغرب للجانب الأوكراني للنظر بحجم الوعود الكثيرة التي وجهت لرئيس زيلنسكي منذ بداية الحرب وإلى الآن من الغرب بتعهدات بدعم مفتوح من الأسلحة ودعم ومواقف سياسية أيضا أخرى أولينا دعوننا تذكروا بيانا ويف كان لما ذكرى بودابشت أخرى نازعات أربا ألافرا أسناوهي أخرى نازعات أيضا تيراد ستراتيجية سواريخ باليستية تيراد ستراتيجية ودابابات وأخرى نحسلات على دمانات من أمريكا من بريطانيا ومين سخريتو الكادر من روسيا حمايت أخرى وعدم إستخدام سلاحناوهي بيد أخرى واليوم نظام رغابيحي Путين هادادا ستون مارا بيستخدام سلاحناوهي ديد أخرانيا ديد أخرانيا لتي نازعات كليشي وحاصلات على دمانات من غرب فأنا نوحدي نحن نشاهدو بيانا سيد بايدن وكأن موطراد ديدان جيدا حاول تقدم موساعدة أسكرية لأخرى يدور حديث عن أسلحة هجومية لماذا كان هجوم الموداد فاشل لأننا نحن نكاتلو هنا في أخرانيا مثل في حرب على الميت القول دونا مكاتلات دونا سواريخ بعيدا مادا كان هجوم فاقت هجوم من قبل دابابات والمشا بهذا سبب هجوم الموداد كان تطيف جدا ولكن في أين الواحدي نحن نشاهدو بأن روسيا أيضا غارقت في مستان كاحر روسيا لأتي أرادة استلاكو لأخراني لبودا شهرين أليوم هي غارقت في مينتكا دونباس وها لأترسطة استلاكو لأذن مينتكا محافظتين لبودا سنتين حسايرا روح روسيا أكثر من أربعون أليف جوندين روسيا ناصل حكاية تدور حديث حول مواقين واجرحا روس يعني بس صفات عاما نحن لان نشاهدو تفاكم السراع بين الترفين للاسيخ واشدد نحن ندرك بأن حتى المفاوضات روسيا لان ينتهي حارب ممكن روسيا سوف تطلب مفاوضات ولكن روسيا لا تطلب السلام لأن روسيا ترغبوا استلاكو لأخراني تدمير أوكرانيا هذا الانتقام من عصيان لأوكرانيا التي خرجت من منطق النفوذ روسيا قبل أن نتحدث عن هذا المحور دعني أتحول لضيفي سيد سرجي وأسأله عن هذه النقطة بأن روسيا لا تتحدث أو لا تسعى إلى السلام ما رأيك في هذه النقطة تحديدا وأريد منك أيضا تعليق فيما يتعلق بمسألة السجال حول الأمن النووي بعد استهداف محطة زاباروديا النووية لأن الاتهامات حقيقة متبادلة بين الطرفين إن كنا نتحدث عن الجانب الأوكراني أو حتى الروسي ومثل هذه التطورات شديدة الخطورة كيف يمكن أن نقرأ الموقف الآن وكيف يمكن أن نفهم بأن روسيا لا تسعى إلى السلام مع مثل هذه التهديدات المتبادلة ويعني الاتهامات أيضا المتبادلة بين الطرفين أعتقد أن هذه كذبة كبيرة جدا ينشرها الإعلام الغربي الذي فهم زاباروديا فعليك أن تفهم الواقع على الأرض بكل بساطة بكل بساطة إن المحطة النووية في الزاباروديا هي تحت السيطرة الروسية فهل من المنطقة أن نقوم بمهاجمة المحطة التي نسيطر عليها ونشر قواتنا حولها هل هذا منطقي هل نود أن نصيب جنودنا بالإشعاع أن ندمرهم إن هذا أمر مستحيل أمر غير منطقي هذه كذبة واضحة مفضوحة إن هذه تتحمل مسؤوليتها أوكرانيا النقطة الثانية نحن إن روسيا لديها رغبة حقيقية في جلوس على طاولة المفاوضات والوصول إلى السلام نحن نرغب في إنهاء السلاء في إنهاء الحرب نحن نرغب في السلام نحن مستعدون للجلوس على طاولة الفاوضات اليوم والوصول إلى السلام لكن فلاديمير زلينسكي تحدث عن حرب خاصة مع روسيا إنه يرفض يتحدث عن حرب شخصية مع فلاديمير بوتين نحن لدينا مصلحة في السلام روسيا ترغب في السلام روسيا إن روسيا إن الدول الدول الغربية وأوكرانيا يسعون إلى بناء إمبراطورية على حساب روسيا أنا أطلب من ضيفكم أن يتحدث بما في خاطره أن يفتح عينيه أن ينظر إلى الواقع كما هو أفتح عينيه يعني صراحة كنت أود أن أعطي المجال والوقت لضيفنا من أوكرانيا للتعليق على طرحك سيد سيرجي ولكن للأسف انتهى الوقت شكرا جزيلا لك سيد سيرجي ماركوف مدير معهد الدرسات السياسية وعضو سابق في البرلمان الروسي وشكر موصول لك من كييف دكتور بلودمير شومكوف ديبلوماسي سابق ومستشار سابق لحاكم منطقة خيرسون من واشنطن شكرا جزيلا لك سيد إيهاب عباس الباحث السياسي شكرا لكم إذن وصلنا لنهاية هذا النقاش نرسو تطورات الأحدث لنفتح ملفات أخرى الأسبوع المقبل تابعونا اشتركوا في القناة